يعني أكيد متابعين بأجواء العيد وبما أنه اليوم تاني أيام عيد الفطر المبارك والسعيد رح نحكي عن أجمل التقوص يلي منقوم فيها بسوريا وخاصة بدمشق مع الباحث بالتراث الأستاذ مخلص المحمود صباح الخير أهلا وسهلا صباح الخير صباح الخير وأهلا وسهلا فيك لكم والأخوة المشاهدين لازم نترحم على الشهداء لأنهم أصل الفرح ندعو الله أن يعافي جرحنا ولأهلهم وزوههم معايدي خاصة وللإخبارية السورية كمان معايدي خاصة ولأسرة برنامج صباحنا غير كل عامو أنتو بخير أنت بخير أنت بخير شكرا جزيلا لك لما نحكي عن تقوص العيد وعاداته ما فينا نبدأ غير أول شي بالتكبيرات اللي منسمعها بأول يوم التكبيرات اللي الخصوصية عند كل الناس خلينا نحكي عن الجو اليوم يلي ممكن نحنا نعيشه بهذه التكبيرات وهل هي اختلفت بين زمان وبين هلأ؟ بالحقيقة بالعيد نحنا دايما منقول وخاصة وقت من كنا نحكي من دمشق أو عن دمشق أو ما يخص دمشق هناك مزايا وصفات وبكل المناسبات بكل الأعياد بالنسبة لهذه العاصمة سيدة العواصم تختلف عن كل العواصم العربية أنا أسمعها التقريركم عن تونس والمغرب والكذا بعض عن العيد لكن العيد بدمشق اللي هناك خاصة بسوريا اللي هناك خاصة وأهل سوريا جملوا هذا العيد ببعض التقوص والعادات التي لم تنتهي ولن تنتهي منها مثلا أول يوم العيد بتعرفوا أنتم العبادات غير العادات والتقاليد موضوع ما بعد الصلاة العيد أول يوم وزهاب إلى المقابر وقراءة القرآن على روح الأموات وهذه صدقة جارية بفقه الإسلامي وهذه ضرورة ووضع من الجريد الأخطر أو الآس هذا الآس اللي له كمان في الكلور بسوريا وله تقوص حقيقة الآس نبات بري وإلو أكثر من اسم مثلا بمصر مرسيم مثلا بدمشق أحيانا بيسموه البستاني أحيانا بيسموه بالعامي اللغة المحكية بيقولوا عنه مثلا وقف وطلع وقف وانظر بالإضافة للآس كلمة آس الحماس نهني لأنه محيط مدينة حمص يزرع هذا النبات بكسرة وأهل الحمص بيوجه لهم تحية عبر برنامج كون بيقول لهم كل عام أنتم بخير هني أهل الآس الآس بالنسبة للعربية الفصيحة هي موضوع يعني الأسى والحزن وهذا النبات بالأوراق فيه له مزايا الأوراق فيه عنده مضادات حيوية ضد الحشرات والكذا يصلح لأن يوضع على شواهد القبور فترة طويلة وهو ظليل وبيحب ما بيأثر عليه الشمس وإلى آخره هذه التقوص هذه العادات طبعا موجودة في دمشق ومكرسة بأول يوم العيد ومنسمى العودة إلى بيت الجد بيت الكبير الأب الأم الجد الجد إلى آخره ومنسمى الأصغر فالأصغر إلى أن نصل إلى تاني يوم العيد اليوم نحن منصل منروح بقى الأصدقاء أو الأقارب الأبعدون يعني الإبن العام ليساكم غير منطقة كذا كذا لكن أهم ما يميز تقوص العيد هو الحقيقة فرح الأطفال والتهليلة العيد هذه التهليلة هي إذا نحن منطلع التكبيرات العيد كلمة تكبير التكبير الله هو أكبر إلى آخره هو تعظيم لله عز وجل وشكره على نفاذ هذا الشهر وانتهاءه على خير وبركة لأن شهر رمضان تعرفه شهر الإحسان والرحمة والمغفرة وكل المواصفات الإنسانية موجودة في هذا الشهر وخاصة ما يلو علاقة بالتكافل الاجتماعي إذن التكبير هو تعظيم لله وشكر لله وطلب المعونة من الله عز وجل على إتمام الفرحة على الجميع وكل مسلمون عانا عندهم هذا التكبير في يوم العيد لكن في دمشق هناك مزايا يعني نحن هون عنا التكبير علني في الشوارع عنا في المساجد عنا في الحارات عنا في البيوت القديمة كلنا نكبر للعيد بمناسبة العيد هاي ميزة دمشق نحن التكبير عنا مو محدود بأماكن العبادة يعني مثلا بالزوايا أو التكايا أو المساجد نحن بالشوارع الأطفال مع الكبار مع الصغار بيطلعوا بعد ما بيسبتوا وكون طبعا سابتين أول يوم ونحن تاني يوم هذا التكبير موجود بالشوارع وبالبيوت وبالسهرات وبالطلعات الصباحية وعند الفطور في الصباح هذا الموضوع جزء من العيد وما زال وسيبقى إلى أن يرجع الله أرضوها معنا نعم تماما لكن حكينا عن العبادة خلينا ننتقل إلى التقوص الدمشقية أو التقوص السورية بالعموم ومن ثم خاصة الدمشقية يعني سلة الرحم أكيد بتكتر المعايادات بتكتر كلنا في عنا بهجة العيد إن كنا صغار وإن كنا كبار وبيقولوا العيد للصغار بس هو لا للكل خلينا نحكي عن هذه التقوص يلي كانت زمان ويلي في بعض مننا استمر إلى الآن نعم هلا هو بالحقيقة نحن زكرياتنا عن هذا الموضوع كتير كبير وعننا حكاية وقصة واقعية من الواقع وليست موجودة بالكتب نحن بالنسبة لنا العيد أنا رح ألكن عنوان بالنسبة للعيد في دمشق الفرح شأن عام مو بالأطفال العيد في دمشق العيد في سوريا كل الناس تشارك بهذا الفرح وكل الناس تشارك بهذا العيد كلهم في مكانه وكلهم في موقعه إن كان في البادية أو في المدينة إن كان في القرية أو في البلدات الطخمة والكبيرة نحن العيد بالنسبة لسوريا هو شأن عام شأن مجتمعي شأن مجتمع أهلي مثل ما يستخدم هذا المصطلح حلا مو العيد ما هو إلا الأطفال لكن الأطفال بالحقيقة يعبرون عن العيد بطريقتهم وطريقتهم عفوية وطريقتهم تلفت الأنظار ونحن في يعني بالنسبة للأطفال إذا بتحبه ونحن ندخل على بعض الزكريات العلاقة بالعيد الأطفال يعني أهم فرح بالنسبة للأطفال هو العيدية الأطفال بيشكلوا وفود العائلة الوحدة ابن العم وبن الأخ وكذا كذا بعد ما بيأخذوا مش جد مش جدي أول يوم وكذا طبعا بيأخذوا تاني يوم وثالث يوم كل ما بيروحوا بيأخذوا عيدية وفي مثل نحن سبقوا يعني على محطة تاني قلته أنا لأنه مثل غير متداول الطفل الوقت بيجي على بيت جدته أو بيت ستته أو إلى آخر بيأخذ العيدية بيقول المثل الشامي الأديم أخذ العيدية وأخذ معه الزبدية يعني فيه زبادي لضيافة بالليوانات بالصالونات بالكذا الولد من فرحته وفرحة كبرى الحقيقة العيدية ممكن يكسر الزبدية والزبدية ذات شأن وذات قيمة وفيه ضيافة وكذا وكذا بالإضافة للأطفال موضوع الفرح نحن مقبلين هلأ شوي تاني منحكي لكم على ساحات العيد عن طريقة فرح الأطفال كيف يفرحوا الأطفال أما من ذكرياتنا عن العيد نحن أنا أذكر وأنا لم أذكر الأسماء ونحن نعرفهم الأشخاص رحمه الله وأحد التجار سوء الحميدية هو تاجر بحكم عنده محل نحن كان صديقنا رحمه الله من يعمل لديه منذ فترة طويلة وبيل العيد بكم يوم وهذا نموذج من النماذج الموجودة في دمشق عبر التاريخ وعبر تاريخ الأعياد وخاص عيد الفطر والأطحى بيتصل مع حدا قريب من الجامع الأموي في سوء الأباء بيه عنده ورشة مناطي والقصة حقيقية ونحن منعرف الأسماء ومنعرف الأمكان بيروح بيقول له تعال لهذا الشغيل يا أبو فلان تعمعي كبير بالسن طبعا أكبر منه بيروحوا على الورشة بيقول له أنا هدول متل ما قلت لي ما بعد شي من هدول المناطي أنه بدك أنت بيقول له هدول كلهم بدي إياهون والله يا أبو فلان هدول بدي يوزعون على العيد لناس يعني يا لبسوخة اللي يدعو لنا بس بدي من عندك يا فلان بدي من عندك سيارة وشوفير بالإضافة لهذا الشغيل اللي عندي مشان يروح يوزعه هو بيعرف المنطقة اللي بيوزعه والمنطقة مو بعيدة عن بيته بالحقيقة لأنه أهل حارات دمشق معظمهم والأقرباء يعرفون من بحاجة إلى الملبس والمأكل والمساعدة والمساندة إن كان بالعيد أو برمضان أو بغير رمضان هذه هي القصة عما سمعها أنا من تمه للرجل رحمه الله بيعمل حاله بيأخذوا هالمناطي بيوزعه على بيوت هلأ بيطلع حدا بإلا هيدية العيد هيدية من الله كل عام أنت بخير يا أختي كل عام أنت بخير يا أختي هاي لأم فلان لأم العلتان اللي هو بيوزعوا هالمناطي بيروح هذا على الأفطار تاني يوم الرجل على بيته قبل الأفطار بشوي بيتفاجأ بتقول له مرته زوجته بتقول له والله اليوم جاني هدية بدك تقول لي رأيك فيها بتلبس مانطو بتجي تفرجي مانطو بتقول له بيجنن أحلى من كل اللي جبت لي ياهون بيقول له ما شاء الله إيه والله إن شاء الله قلت مبروك مين بعت لك ياه هذا المانطو بتقول له والله بعتت لي ياه فلاني تالت رابع بنائي طلع كبير على إياسة أنا ما بعتت له معمول شوي بعتت له يعني هي بعتت لي المانطو جاه هدية وحبت تهدينيها وليك قديش حلو قال له إن شاء الله قلت مبروك وقالت له إن شاء الله أنا بالعيد بدي روح عيدة وأعطي الأولاد عيدية دبل هذا الرجل بيروح على محله تاني يوم بيستدعي هذا العامل بيقول له كنت وزعته وين كذا بيضحك بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بيقول له مع المئي اللي بسرة كبير شو لصة بيقول له والله هيك هيك السيري أحد المناطي اللي نانا وزعتها وأنت وزعتوها عجب مرت أكتر شي وطلع أحلى شي بالنسبة له نحن عين يعني قصة ثانية وحكاية ثانية لإنساني بعرفها أنا الله يرحمها زوجة يملك محل في منطقة راقية للأحزي قبيل العيد قبل بأسبوعين من العيد بتقول له لزوجة إذا بتريد أنت اشتري الأحزية وزيد عليهم أربع خمسة زواج هدول مثل العادة أنا بدي وزعون لحدا يلبسهم بالعيد بيقوم بيشتري زوجة وأولاد الشباب كمان قبل العيد بيومين هي صديقة والدتي بالحقيقة الآن غير أنه صديقة والدتي رحمهم الله والدتي كانت مثل المختار هي قابلة البلد ورئيسة لجنة القبالة بوزار الصحة بين قوسين الدائل تتصل فيها بيتنا مبعيد الموم جيب الأحزي وفي معا تنتين شركاء بيأخذوا قسم هنه بيوزعوا وأذكر أنا أنا كبير يعني مصغير أذكر أنا أنه غرفة ضيوف عنا نحن غرفة قياس تتحول قبيل العيد بالنهار هيت نحن ما حدا بيعرف يعني بيلبسوا الناس بيعينوا الناس بعضهم وهذه واحدة من التي توزع لها سبيل في منطقة زبدين ما في حدا بالعام يقوله درابة ما في حدا بيمر على الطريق إلا بيشرب منها من هذه الحنفية وتشرب دابته من هذا الحوض التي أنشأته هذه من المرأة نحن العيد العيد عننا شأنه نعام العيد جبر خواطر العيد هو فراح للجميع وأي سؤال إذا بتكون سألوني لجاوب شام تقيد شوي خلينا نحكي عن شكل العيد اليوم حضرتك بحث وأكيد متابع لهذا الموضوع كيف اختلف شكل العيد بين زمان وبينها سواء بشكل الساحات سواء بتقديم التهنئة أو حتى يمكن بأشكال الحلويات المقدمة خلال العيد أحكي لكم عن ساحات العيد شوي فضل طيب هلأ بدي مش فيه ساحات للعيد تكاد تكون مشهورة جدا منها ساحة لمويين دام المبنى العام هي العامة إذا عبت منها آخر خط المهاجرين وهذا مشهور جدا ساحة العيد يعني حتى إذا بتقولي منطقة الشركسية بيقول لك وين الشركسية ساحة العيد هي أو ساحة العيد ساحة العيد طبعا ساحة العيد رح أوصف لكم مثلا ساحة العيد تبع آخر خط المهاجرين فيه ساحات العيد بساحات الجمدين بكل أحياء دمشق فيه ساحات العيد والأطفال يلهون ويلعبون ويفرحون ومعهم عيدية كتير وأهليهم كتير وبتعرفوا بمدينة دمشق أنزاك يعني العوائل كبيرة وبحارات وأماكن معينة هلأ أكيد لا يضاهي فرح فرح هؤلاء الأطفال مثلا بهذا بيجي جمال بيجيبه جمال على آخر الخط ابن المدينة مو شايف الجمال ممكن يسمع عن الجمال وبالتالي هذا العكام بيركب هذا الطفل بلقاء مبلغ معين فيه مثلا باعت مثلا دبوسك يا ولد دبوسك يا ولد هو قبل موسم التفاح بشكل عام بيطلع تفاح سكري بالزبداني وبيغوط الدمشق وبالأشرفية وكذا وكذا بعدا نحنا بيغطسوه بالسكر الملون بالصباغ الأحمر وبيبيعوه بيدورو فيه بالأعياد بقولوا دبوسك يا ولد بيجي الأولاد تفرح الفول النابت طلعت إيده هالنابت وهكذا يعني هاي الطقوس موجودة موجودة وإلى فترة قريبة طبعا في باعة المخلال في سينما العيد سينما العيد يعني سينما العيد هي مجرد مثلا بيعرضوا كان فيها أفلام صامتة يعني هاي بكرة العيد وآلة العرض نفسها هي نفس المبدأ للسينما الكبيرة بيعرضوا شارلي شابلين أو فيما بعد أفلام كاراتيك كذا كذا إلى آخرين على دفوف ألعاب العيد كلها من الخشب والخشب المحلي وتصميم دمشقي تصميم بلد إن كان دويخات أو إلابات أو مراجيح أو هاي لعبة نحنا أنا يعني ما بقدر أقول عنا غير لعبة التوازن عليها لوح من خشب الجوز القاسي وبالوسط التوازن أو بيسموها بالعوام إن ما بيعرفوا من أصل هذه الكلمة صحيح وإيطالي نزيل وطلع أبينه جعيسه وهكذا يعني هذه تطورت هذه الليها من مبدأ نفسه المرجوحة الخشب والليب الخشب التي كانت كلها من الخشب تطورت ولكن لها نفسها أصبحت آلية تمام؟ فرحة لطلال نفسه لبس العيد قبل مثلا القدما بقسمه رمضان إلى تلت أقسام آخر قسم فيه قسم الورق يعني الورق الورق مو ورق الكتابة ورق ومن ضمنه قسم الخرق يعني التلبية وقد يجوز يكون فيه تدوير مثل ما بيسموه هلا تدوير يعني قياطة كذا كبير لصغير إلى إذن ساعات العيد تمتد في نحنا بمثلا في عنا نحنا أي معلومات نحنا عم نعطيها للأخو المشاهدين يعني يتذكروا لأنه معلومات تكاد تكون منسية فيه نحنا عنا بمركز التجاري تبع سوريا ساحة حريقة كانت كان عيد وفيه بحرة وكان فيها بطات والبطات تأكل جيدا في العيد لأن الأطفال يعتنون بها ساحة العيد إذن كانت في ساحة الحريقة هاي المركز التجاري لسوريا الآن هذه الساحة كانت هي ساحة العيد وهكذا الساحة العيد هي تجمعات عامة يفرح فيها الجميع وقد تشاهدين في إحدى المراجيح الضخمة أب يحمل طفله ويركب المرجوحة أو أم تحمل طفلتها وهي تركب في المرجوحة المشاركة حقيقية والفرح حقيقي هاي ساحة العيد هلأ بالنسبة لأكلات العيد يعني نحن هلأ بحكم الظروب وغلاء وكذا نحن منتجنب شوي نحكي على الكلاف ونحكي بس لابد من الزكرة أنه نحن هاي المعمول قضية هاي الحلويات القاسية المساوية بالبيوت من الجوز البلدي الجوز طبعا الجوز هو جوز محلي على حيطان دمشق هذه الشجرة وشجرة جدا جوزة طيب ومشهور ومعروف بساوه المعمول أو بحطوله مثلا فيما بعد فستق حلوي أو مثلا وبيضاين بيضل عشرين يوم شهر زمان وممكن يتوزع منه على الحارة وممكن يساوه مثلا أكلات بالبيت سمبوسك ممكن يساوه بحلب كرابيج ممكن يساوه بحمص حلاوة حمص حلاوة جبن ممكن يساوه بشعيبيات بحمى ممكن يساوه كذا مثلا يستغلوا مثلا دبس الخرنوب بالساحل السوري يساوه منه حلويات طيبة كسيبة مثلا اسمها كسيبة وهكذا طحينة وكذا يعني كل مناخ في سوريا وكل منطقة في سوريا لها عاداتها وتقاليدها المتشابهة لكن التي هي بنت البيئة إن كان بالمأكل أو بالمشرب المنطقة الشرقية طبعا منطقة بادية وصحراء وغبار وكذا عندهم أكلات كتير كويسة الكلاجة الكلاجة هي نحنا عبارة عن أمح وسكر وسمن عربي بالإضافة للحنينية اللي هي منتمر بالإضافة للشنينة اللي هي عيران بالإضافة للمشاريب الموجودة بتلك المنطقة إن كانت مشاريب موجودة في دمشق أو غير دمشق منها مثلا عرق السوس أو مثلا الأشربة الأخرى دمشق في عندها ميزة إنه في عندها شراب توت مثلا في عندها شراب الورد في عندها شراب مثلا العرق السوس في عندها شراب التمر هندي في عندها مثلا شراب الأمر الدين الأمر الدين الموجود فقط بالغوطتين ولو طريقة بالعصير العصير الأمر الدين يعني بدمشق اللي هناك خاصة تكاد تكون تخلو من كل سوريا ولأن غوطة دمشق الغوطتين الغوطتين هي رئية دمشق أفضل وأحسن أنواع المشمش في العالم يزرع في هذه المنطقة منه السندياني والوزري والبلدي والإكلابي والحموي والتدمري وإلى قريب إذن دمشق تتميز دمشق فيه إلى صفات أكلاتها طبعا بتعرفوا أنتو فيه أكلات بدمشق مثل أكلات أي منطقاش لكن تأخذ البيئة بعين الاعتبار يعني هلأ نحن طالعين من رمضان أكلنا كتير برمضان على الفطور وكذا فيهون بقى يعمل خلينا نقول بهذا المصطلح الرجيم شوي يعني منأكل حراب أصبعوا هلأ بالحيب مثلا منأكل مثلا ستة زمية منأكل مثلا بابا غنوج منأكل أكلات يعني أكلات يعني غير دسيمة غير دسيمة بالعيد بالإضافة للمشاريع بالإضافة لإحترام هذا المناخ الموجود فيه كان شوه ولن كان برد نعم بالخيطان بدنا نتشكرك كتير اليوم لكل المعلومات القيمة والجديدة اللي قدمت لنا وهيك نرحنا مع حضرتك برجعنا شوي لورا لأيام الزمن الحلو والمميز شكرا كتير إليك البحث بالتراث الأستاذة مخلص المحمود شكرا شكرا لكم بشركة للإخبارية وشكرا لللي عم يسمعونا أهلا وسهلا آفين